وبعد ذلك ماذا حدث في مجلس الوزراء الأخير؟ اسمه بيان اجتماع مجلس الوزراء انعقد يوم الأحد اجتماع لمجلس الوزراء برئاسة سيد عبد المجيد تبون رئيس جمهورية القائد الأعلى القوات المسلحة وزير الدفاع الوطن يا جماعة توقفوا لهذا رأي رئيس جمهورية يكفي حابين تقولون بالنبير هو اللي يقود في المؤسرة العسكرية إصراركم على هذا التكرار يؤكد بأنه إصرار شكلي فقط يراد منه التسويق والتغطية على من يسير المؤسسة العسكرية لا أعلم كيف أنتم تعودوا فيها؟ رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يكفي القائد الأعلى القوات المسلحة ووزير الدفاع يا رئيس أكبر من وزير هذا العجب المهم ينشروا البيان في وكالة الأنباء واش يقولوا؟ المهم بعد رفع القيود عن 15 مشروع استثماري جديد المهم وبخصوص تموين السوق الوطنية بالمواد الواسعة الاستهلاك أمر بتجميد كل الضرائب والرسوم بدءا من اليوم حتى إشعار آخر ولسيما الرسوم التي تضمنها قانون المالية 2022 على بعض المواد الغذائية إلغاء كل الضرائب والرسوم على التجارة الإلكترونية والهواتف النقال الفردية ووسائل الإعلام الآلي الموجهة لاستعمال الفردي والمؤسسة الناشية والاكتفاء بالتعريفات المقنة في برقية أخرى لوكالة الأنباء تقولك المواد الغذائية الواسعة الاستهلاك الرئيس تبون يأمر بتجميد كل الضرائب والرسوم أمر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون خلال ترأسه يوم الأحد اجتماعا لمجلس الوزراء بتجميد كل الضرائب والرسوم على بعض المواد الغذائية الواسعة الاستهلاك حسب ما أفاد به بيالي رئاسة الجمهورية المهم قل لك وأمر رئيس تبون الحكومة باتخاذ كل التدابير والإجراءات لتفادي أثار ارتفاع الجنون الأسعار في الأسواق الدولية على المواطنين خلال السنة الجارية إلى غاية استقرارها حسب نفس المصدر ووجه تعليمات تقضي بعقد اجتماع تنسيق بين مصالح وزير التجارة ومثل الأجهزة الأمنية لضبط استراتيجية محكمة للحد الفوري من تهريب المواد الغذائية الواسعة الاستهلاك عبر كامل حدود الوطنية التي تكبد السوق والاقتصاد الوطنيين خسائر كبيرة كما أبرز الرئيس تبون أن الدولة تتكفل بتغطية الفارق في الأسعار الخاصة بالمواد الموجهة للمواطنين من قبل الديوان الجزائري المهني للحبوب وذلك نظراً إلى ارتفاع الأسعار دولية وفضل عن ذلك أمر الرئيس بتجديد المراقبة أكثر على الدعم في قطاع الفلاحة وتربية المواجهة بما يخدم استقرار الأسعار لفائد المواطنين كما أمر بإلغاء كل الظلال رائب عن رسوم على التجارة الإلكترونية وهذا الذي يتحدثني معناها أنه قانون المالية يعني الناس اللي أعدوا قانون المالية في ظل جائحة كورونا ما ضربوش حساباتهم أصلاً بأنه البضائع والسلع مقبلة على الارتفاع هذه غراهم قالوها خبراء من قبل راي منذ بدأت كورونا والأمر هذا في تصاعب والغلاء مزداد من المفروض هذا راه ما راهم درسوها قبل يفرضوا ذرائب بعد ذلك جي غلاء الأسعار ويجي هم بررواها بغلاء الأسعار جي غلاء الأسعار يوقفوا الظرائب إلى إشعار آخر معناها ممكن يعودوا يرجعوها والمشكلة مش هال المشكلة مش هال رح نتحدث لكم عن السبب الحقيقي أمر آخر التجارة الإلكترونية منذ نهارين فقط تحدثت لكم على هذه الفضائح التجارة الإلكترونية واحد يشري تلفون من أمازون يخلص عليه أكثر من سعر التكلفة يشري بورطابل بما بلغ يخلص عليه أكثر من 70% ضريبة يعني واحد الكارثة والسلع المكدسة عند الجمارك انتع جزائريين اشتروا السلع عبر بطاقة الإتمان البنكية وما وصلوا لهم تحدثنا عنه وقلنا هذا راه ماهوش ممكن هذه راهي بهدلة ها وقالك تخذوا القرار بتجميدهم معناها رح يعطوا لهم السلع أو يجب الأمور القراراتية اللي يجب أن تتخذ مش وفق الأمزجة وفق دراسة واقعية يعني حتى قبل بتفليقة دارها قبل بتفليقة ثاني يديروا قوانين وضرائي في قانون المالية بعد هما يشوفوا الواقع متقلب شوي هما يحكموا يتخذ قرار بتفليقة بإلغاء تلك الضرائي نفس العقلية ما تغير شيء في هذا النظام يا جماعة راه وراح بتفليقة جيتبون النظام نفسه ريد دار نفسه والتسيير نفسه والعباد نفسه وكذا كذا السلطة الخفية نفسها لكن السلطة الظاهرة بدلت أقنعتها لذلك هذه القرارات تظهر تقريبا هي نفسها بتفليقة بالبارح ينحيها قرارات هذه يلغي ذرائي تببون ثاني يلغي ذرائي ترجمة نانسي قنقر